اشتركوا في القناة صديقي أبو الليل العراقي المعارض المنفي منذ سنين طويلة في دمشق يحب الويسكي ويحب أن يحضره بنفسه من السوق الحرة لذا فهو يدخل إلى أي مطعم من المطاعم المتعارف عليها بين أوساط المثقفين متأبطا لترا وبالطبع فإن سيارته تحتوي على صندوق في حقيبتها الخلفية وكان من عادته أن يرسل لي كأسا من الويسكي إلى الطاولة كتحية أبدية لديه ودائما ما أشكره على الهدية كونها تريحني قليلا من الويسكي المخشوش الذي ينتشر في هكذا نوع من المطاعم وفي يوم من أيام عام 2003 إبان الحرب في العراق وفي خضم هجرة مئات الآلاف من العراقيين إلى سوريا دخل أبو الليل وبصحبته ما يقارب عشر ضيوف عراقيين هاربين لتوهم من الحرب تازة وبالطبع فقد دخل حاملا أربع زجاجات من الويسكي الفاخر هذه المرة عداك عما في صندوق السيارة خارجا كنت جالس بصحبة صديقين نشرب البيرة الوطنية الشهيرة بردا عندما جاء النادي الحاملا في يده كأسا اعتياديا من ويسكي أبو الليل أخذت الكأس ورفعت نخبه من بعيد ورفع بعض الضيوف نخبي أيضا أسوة بأبو الليل نظر صديقاي وهم صديقان لأبو الليل أيضا إلى كأس الويسكي في يدي وطالباني بأن أشير لأبو الليل بأن يرسل لكل منهما كأسا أيضا فطلبت منهما أن ينتظر ريثما تلتقي نظراته بنظراتي ولكن نظرة أبو الليل طال انتظارها فهو منهمك باللوم والعتاب مع رفاق الدرب الذين انشق عنهم قبل سنوات طويلة ليعيش في المنفى على حد قوله وبدأت تصفية حسابات قديمة على ما يبدو على الطريقة العراقية المعهودة أي البدء بالبوح بالأشواق بالحنين والسؤال عن فلان وعن علتان ومن ثم التدرج في السكر وقرع الأنقاب وتبادل المدائح إلى النهاية الحتمية بتبادل الاتهامات والتخوينات ومن ثم استخدام الأيدي في عراقات لا بد منها على طاولة ثقافية أو سياسية عراقية المهميكم بالطويلة التقت نظراتي بنظرات أبي الليل فأشرت له بإصبعية السبابة والوسطى كي يرسل لي كأسين للصديقين المشتركين رد أبي الليل علي بذات الإشارة من أصابعه لكن كإشارة نصر حسب تعابير وجهه قال صديقي الأول أن أبي الليل فهمها إشارة نصر ووافقه الصديق الثاني بينما استبعدت الأمر وتوقعت أنه يسألني إذا كان كأسين كي يتأكد وانتظرنا من جديد ريث ما يحدث أن يرسل الكأسين لكن بلا جدوى أبي الليل عاد إلى فسحته السياسية العراقية إلى أن حانت منه نظر إليه فرفعت يدي وحركت إصبعي وأنا أشير بهما كي لا يختلط عليه الأمر إذ أن إشارة النصر تأتي بأصابع ثابتة دائما وأنا تعمدت أن يكون مرتخيين وما إن رأى أبي الليل إشارتي حتى عاد ورفع يده وأشار إلي بإصبعيه إشارة النصر الثابتة فأعدت الإشارة وأنا أرقص إصبعي كي أزيل عنهما صفة النصر لكن أبا الريم عاد ورفع إشارة النصر ثم بدأ يحدث أصدقاءه عني وعن مدى تعاطفي مع الشعب العراقي فنظر الجميع تقريبا إلي وحيوني بكؤوسهم رافعين نخبي فرفعت نخبي أيضا وابتسمت مرحبا بهم في وطنهم الثاني أو رصيف الانتظار العراقي لطيارة الهجرة إلى كندا أو أستراليا أو حتى أمريكا التي تحاربهم الآن أو طيارة اللجوء إلى البرد الإسكندنافي والدمار في المنفى على حد تعبير معظمهم غبى الصديقان من بيرة بردة بلحظة واحدة مستائين من الفيلم الميلودرامي الذي يخرجه أبو الليل حاليا وضغطا علي أن أفهمه الموضوع قبل فوات الأوان فتربست بأبو الليل من جديد منتظرا أن يرمقني بنظرة حتى أعاود الكرة ومن جديد ينهمك أبو الليل في نقاش حاد قليلا حتى رفع عينيه إليه فرفعت إشارة كأسي الويسكي فرفع أبو الليل يده وأشار بإصبعيه إشارة نصر فولاذية هذه المرة لشدة ما ثبت الإصبعين في الهواء ثم نظر إلى أصدقائه مفسرا لهم سبب إشاراته إليه ولربما يكون قد بدأ يحدثهم عني وعن بطولاتي غير الموجودة وعشقي غير المحدود للعراق والشعب العراقي إذ أنهم جميعا التفتوا إلي من جديد باهتمام جدي قبل أن يعودوا إلى حديث الحرب والسياسة والجواسيس والمخبرين وحدث أن نظر أبو الليل مجددا إلي فرفعت يدي وأشرت بإصبعي المنتصرين إشارة متحركة فما كان من الجمع العراقي إلا أن رفعوا جميعا إشارة النصر بمن فيهم أبو الليل ورفعت بدور إشارة النصر ورفع صديقاي إشارة النصر أيضا مضطرين ردا على الإشارات العراقية المنتصرة العشر بيد وهما يغبان كل من زجاجته بيرت بردى باليد الأخرى كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردي وسردي عهوى راديو سوريالي ترجمة نانسي قنقر